جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معارضته أصارم للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو كان ماكرون قد حث ناتنياهو في اتصال هاتفي أمس على استكمال المفاوضات مع حماس للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين في السياق حذرت الخارجية الفرنسية من أن أي تهجير قصري للمدنيين الفلسطينيين يمثلوا جارمة حرب